أهلا وسهلا بكم ببدو ترايد اليوم لدي فيديو كثير مهم بدي أحكي فيه عن وضع السوق بشكل عام وشو قرر البنك المركزي الأوروبية وشو معقول يكون تأثير أرقام التضخم بأمريكا وعندنا أخبار كثير مهمة عن كذا عاملة وأهمهم اللوناء وسبب طلعتها اليوم اشتركوا اشتركوا في القناة أول شي السوق له فترة في هذا المجال ينزل لا يوجد تحركات مثل ما عمل التويت انا الوضع السوق ممل حاليا بين 28 و 32 ألف ما عم يكسر شي محال انا برأيي ما بقى فيه طول كتير حسب الأرقام بكرة لازم نكسر السوق يلا ميلة الطلوع يلا ميلة النزول متل ما السوق مركب اذا ما كسرناه لطلوع ونكسر 34 ألف وطلوع هيدا شي كتير عاطل ويمكن بدنا نلاقي نازلة كبيرة بس تركيب السوق بشكله اكترية انه البيار هني امباور الهبوط نسبة الهبوط اكتر بكتير من نسبة السعود خلينا نشوف شو فيه معلومات بالسوق منطقة الاوروبا اليوروزون والبنك المركز الاوروبي قد يزيد الفوائد لأول مرة من 11 سنة بقيمة 0.25% هذه الزيادة تبدأ من شهر الان والزيادات متواصلة الشهر اللي بعده سيزيده لحتى يلجم التضخم اوروبا عمت عينة من مشكلة التضخم كبيرة وبدون يزبطوا الوضع ويلجموا هالتضخم هالشي الاسواق طلعت بخوف كتير كبير 13 بس الى فترة ماشي بهالخوف ما في شي جديد نسبة خوف كتير كبيرة بالسوق بس فتحت الاسواق العالمية بطريقة سلبية نازدك ناقص 2.75% الاس ام بي ناقص 2.38% هالشي كان سلبي شو في معلومات لازم ننتبه لون رقبة نهار الجمعة 10 شهر بتوقيت اميركا بده تطلع ارقام الـ ارقام التضخم المالي اوكي هذا الارقام بيقلنا هل اساس هالارقام نحن نعرف حالنا اذا نطلع او ننزل حسب ماركت واتش احد اهم الويبسايتس اللي عالم بتتابعه ليقلنا شو عم بيصير بيقلنا قديش شو المتوقع يعني المتوقعينه هنه المتوقعينه 8.2% هو يكون ارقام التضخم هذا السوق حاسبه انه هيك اذا طنعنا 8.3 اللي حيكفي السوق عادي او يمكن يطلع شوي لانه السوق بيحب السبات يكون عارف شو عم بيصير اذا جينا اقل من 8.2 8.1 او 8 السوق سيطلع بشكل كبير وهنا شي كتير ايجابي بس اذا ضلنا على 8.3 مثل الشهر الماضي او زدنا عن هذا الرقم السوق سيهبط بشكل كبير هؤلاء الارقام اللي يجب ان نرقبهم نهار توقيت امريكا نهار الجمعة 10 شهر توقيت امريكا انا عندي بالوقت اللي انا عندي بيكون نهار السبت كتير عالم عم بيقلولي على الايام انا حكيت قلت مبارح عم بكرة انا بتوقيتي انا بيكون نهار السبت ويطلعوا هالمعلومات بس هو نهار الجمعة بتوقيت امريكا بس للكل يكونوا عارف طيب شو في غير معلومات في مؤتمر اسمه كونسنسس بيصير كل سنة هو من اهم المؤتمرات للكريبتو طلع فيه الفيديو وقاله هو بيشجع البل أوتو كونغرس تعرفوا في اقتراح قانون قدموا سنتيا لوميس للكريبتو وعملت فيديو عنه وعملت تويتر ديتيل فسرت كل شي شو بيعني وشو ايجابيات وشو بيحكي بهال اقتراح بهال اقتراح هن بيعرضوا انه ينقلوا اكتريات الكريبتو كالنسي تصير تحت سلطة الفيديو وانا مع هالشغلة كتير مهمة لانه الفيديو تشير وهي كالجنة هن بيحبزوا وبيشجعوا الكريبتو بالعكس دائما بياخد كريبتوز على المحكمة مثل وبينزل اسعاره وما بيحبز الكريبتو ارو يعني بشكل عام انه تدخل هي تكون المسيطرة على الكريبتو غير العملات السابتة ببقية الكريبتو اللي هنشريح هيدا شي كتير ايجابي وهو اصلا بيحب تشير هو هون بيحبز الصورة هو بيحبز الكريبتو بشكل عام شو في غير معلومات بالسوق عملوا دراسة ديلويت كشفوا انه 75% من كل التجار والريتيلر بيحبزوا انه يصير المدفوعات عندهم بالكريبتو يزيدوا اكيد بيهمون امر الدولار وغباء العملات بس بيحبوا يزيدوا اكتر من عملات الكريبتو على متاجرهم وهالشي هنه عم يفكروا ويجهزوا كرماله بيخدوهم 24 شهر لتشوفوا قدية تبني وقدية لحيجة انا عملت لها شارع بدوي في الرابط اذا تقرؤوا الارتكل كله والدراسة كله فيتشين احد اهم الكريبتو اللي بتتعاطى بالسطلاي تشين وكانت كتير تشتغل مع الاعمال بيزنس بيزنس من شركة لشركة وهالشي هلأ بلشت تنتقل هي كتير قوية بالصين والدول الشرقية بدتت بلش تقويح بالدول الغربية عم بلشت تعمل دعاي وعم تحط اسمه هونيك وعملت شراكة كتير مهمة مع اليو افسي اكيد سامعين باليو افسي اهم فنون ايتالية مثل شركة اللي بتعمل فنون ايتالية وبتعمل فايتس بالمصارع وهالشي بتعمل شراكة تسويق مع الفيتشين هيدا الشي كتير مهم وهيدا كان احد اسباب طلعت الفيت اليوم علمتها الفيتشين بالكريبتو واذا بتكون شوفوا الرابط كمان عملت له شارع بدوية كيك دي فاي هلأ صار مشرع ومؤونا بقلب اوروبا صار عملو له قانون وشرعوه باوروبا صار فيه ان يستعملوا دي فاي اللي ما بيعرف شو هو دي فاي او كيك دي فاي دي فاي اللي هو التمويل لمركزي بيقدروا يعملوا اشياء لمركزية مش خلال البونك وتداول بس هلأ صار بطريقة انونية وشرعوه باوروبا هيدا الشي كتير كتير مهم لانه بيفتح الباب لبقية المشاريع الدي فاي اللي تدخل على اوروبا وتبلش تشتغل بطريقة انونية هونيك هيدا الشي بوزيتف هلأ خلينا نحن بلش نحكي عن عن التيرالونا كتير من كن بدو نيعافو شو في اخبار عن تيرالونا الساك اول شي يلي هو بيتعاطب بالقوانين العلاقة بالعملات السابتة والسيكوريتيز باميركا نحن بيفتح تحقيق من ناحية التيرالونا لانه اليو اس تي كوين عملتها السابتة اسمها يو اس تي وكيف انهارت لازم تكون هي مدعومة بيفتح تحقيق كامل بها الموضوع مش بس الساك كمان عنا سول بوليس في بوليس بسول لحيفتح تحقيق كمان بها الموضوع كل هالاشية بلشت لانه في طلع حد المواصفين قال انه دوكوان مؤسس التيرالونا كان عم يسحب 80 مليون دولار بالشهر لمحافظ سرية ما عم يخبر حدا لويني قبل ما ينهارت اليو اس تي والتيرالونا هل كان هاشيا في كتير اخبار سيئة وعم تكون سيئة على لونه هل كنت قلولي اوكي بس سعر اللونا عم يطلع كيف عم يطلع سعر اللونا في هالاخبار السيئة سعر اللونا صحيح طلع تسعة وخمسين بالمئة الى هالا ووصل اكتر كمان لكذا سبب وهذا اللونا سي اكتر اللونا الكلاسيك اللونا القديمة مش اللونا الجديد اللي عم يدعمها تيرالاب سبب طلعتهم انا فتت على التيرا ستيشن تبعي وهو لانه مشروع لمركزي كل شي بيروح على التصويت دوكوان والتيرالاب ما عم بيساعدوا بشي اللو علاقة بالتيرا كلاسيك التيرا الاساسي او اللونا سي عالمتها سوش العالم اللي بقلبه عم يعملوا تصويت لحيالة شي بدون يعملوا وصار تصويت هلا او انا فتت عليه هون انه بدون يحرقوا اكترية العملة اللي فيه بدون يحرقوا كمية كبيرة من العملة من العملة طبع اللونا سي وهيدا السبب سرع بصعود السعر قيلو بدون يوطوا اذا بتفوتوا على الارتكل بدون يوطوا نسبة التداول فيه هلا نسبة التداول للونا سي كتير هائلة ادي صارت هلا لايكو ادي فيه سبلاي 6 تريليون كوين مش مليار تريليا تريليون كوين بدون يوطوا هن قرروا بدون يوطوا للعشرة مليار بدون يحرقوا كمية كتير كبيرة منها بدون يحرقوا تقريبا 1.2 من كل معامل اللي بتعملوها على الشبكة لنوصل لها الارتكل وزيادة عن هيك بدون يساعدوا المطورين يرجعوا للونا سي مش يروحوا على لونا 2.0 وبيعطوهم متل محفز انهم يرجعوا إذا بيشغلوا وبدون يحرقوا 35% شهريا من كومينوتي بولز عم يعملوا تحفيز وتشجيع ليراجعوا العالم إذا بيرجعوا المطورين وكم شبكة كم شركة على اللونا سي ويبدأ الحرق لحيشوف تلعها بالسعر بس أول شي بدنا نشوف المطورين المشاريع يرجعوا على اللونا سي لان مثلا نعرف ما عم بيقربوا على اللونا سي بس بدون اللونا 2.0 بس اللونا 2.0 عليت كمان على هال معلومات بس في كتير تحقيق وكتير اشياء غامضة على اللونا 2.0 يمكن تأثر على السعر انا قلت خلينا اخبركم كل المعلومات اللي عنديها وانتو خدوا قراراتكم شو بدكم تعملوا بهالموضوع ان شاء الله بسابتوا بهالفيديو اشتركوا في هذا الفيديو وانا بتابعكم بكرا باول ما اعرف حالة خبرية عن التضخم المالي اول ما يطلعوا المعلومات اللي سأعملها مشاركة يا على بدوي اندرسكور تريد لحقوني هناك او على اليوتيوب اعملوا لايك انسبسكرايب وحطوا البل نوتيفيكيشن لطلعكم المعلومات اول باول وانا بشوفكم بكرا بفيديو جديد وماركت ابدات جديد باي